من القاهرة معي دكتور عمار علي حسن الخبير في الجماعات المتشددة دكتور عمار، الضربات الأولى التي ضربت فيها الولايات المتحدة التنظيم المتطرف في السومال كانت منذ أسبوع تقريبا في الثالث من هذا الشهر إلى أي درجة هذا الموضوع يجعلنا نتوقع محاربة منذ بداية محاولته وجود ملاب آمن في السومال أنا أتصور أن زهاب تنظيم داعش للسومال بعد هزيمته في العراق وسوريا كان متوقعا فتصرفات الجماعات المتطرفة والإرهابية منذ أن ظهرت على خريطة العالم تبحث دائما عن الأماكن المتوترة أو الأماكن التي ليست فيها سلطة مركزية قوية قابضة على الأرض والسكان لتتخذ منها أرضا تستبيحها وتؤسس عليها إمارتها أو دولتها أو نقطة ارتكازها وانطلاقها من جديد السومال لا تزال تتمتع بهذه الميزات أمام تنظيم داعش فما إن هزم في العراق وسوريا حتى بدأ يبحث عن أرض جديدة كانت هذه هي السومال وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربات معناها بوضوح أن المعلومات التي استقرت في يقين المخابرات المركزية الأمريكية أن السومال باتت هي الوجهة وهي القبلة لداعش بعد خروجه من العراق ومن سوريا صحيح بأن هذه ضربات إقرار كما قال مصدر أمني إقليمي بأنه من الولايات المتحدة بأن الموقف يزداد صعوبة لماذا السومال؟ السومال بالنسبة لتنظيم داعش فيها مزايا عديدة دولة كبيرة من ناحية أن حدودها على البحر 3000 كيلو تحازي البحر وعمق في المياه الإقليمية 200 كيلو فكل ذلك مكان يمكن لتنظيم داعش أن يستغلوا في أن يأتي أفراده ليس فقط من العراق وسوريا إنما من اليمن من شبه الجزيرة العربية حتى من الدول الإسلامية في آسيا في أندونيسيا في ماليزيا في الهند في باكستان في إيران وهكذا المسألة الثانية أن هناك قراصنة موجودون في السومال أرهقوا السفن الدولية العابرة في المحيط الهندي على مدار السنوات الفائتة وتمكنوا من أن يقتنصوا أكثر من 6 مليارات يورو من هذه الدول بعد أن قرصنوا تلك السفن واستولوا عليه ومن ثم ستجد داعش مصدر داخل جديد من خلال التعاون مع هؤلاء القراصنة يجب على ذلك أن لبعض التنظيمات تابع هذه الفكرة علاوة على ذلك معروف أن هناك بعض التنظيمات والجماعات الصغيرة ليست في السومال وحدها إنما أيضا بين مسلمي أثيوبيا مثلا في إيرتريا في السودان في دولة مثل تنزانيا أو كينيا ومن ثم يمكن خلق شبكة في دول شرق أفريقيا لحساب تنظيم داعش في المقابل كيف سيتم التصدي لهذا الموضوع؟ إلى أي درجة يتم التعامل معه منذ البداية خاصة مع زيارة ترامب لآسيا؟ ماذا نفهم أيضا منها؟ إلى أي درجة هي متعلقة بهذا الموضوع؟ يعني على الدول الكبرى والدول الإقليمية أيضا التي ستتضرر من وجود داعش في السومال أن تستفيد من تجربتها في العراق والسورية لا سبيل لمواجهة هذا التنظيم إلا بتقوية الحكومة المركزية ضروري أن يعاد بناء الجيش الصومالي مرة أخرى تساعد الحكومة المركزية والحكومة المعترفة فيها من الاتحاد الإفريقي سواء من دول أفريقيا أو من دول عربية أو حتى من العالم كله ويسلح جيشه بحيث يكون قادرا على بسط نفوزه على كافة الطراب الوطني الصومالي هذه الوسيلة الأنجع في حقيقة الأمر أما مسألة الضربات الجوية من حين لآخر لسيما أن الدول الكبرى ليس لديها استعداد لإنزال قوات برية لمواجهة داعش في الصومال لتجربة أليمة وقعت للقوات الأمريكية في مطلع التسعينيات هذه الضربات الجوية لن تكون شافية ولا كافية ومن ثم الحل الأمثل والأنجع إذا كانوا يريدون حقا مواجهة داعش وليست صناعة مكان جديد له لاستخدامه في خدمة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية أو بعض الدول الغربية لابد من تقوية الحكومة المركزية الصومالية ما نسبة حظوظ داعش في أن يجد ملاذا آمنا له هناك في الصومال نسبة كبيرة أولا هو يذهب ليس على فراغ إنما على جماعة تسمي نفسها جماعة مجاهدة وتقاتل الحكومة المركزية وتقاتل المؤسسات الوطنية المتبقية في الصومال وبعض أعضاء هذه التنظيمات أعلن بالفعل ولاءه لداعش قبل أن يفكر داعش في الذهاب إلى الصومال بعد هزيمته في الشام والعراق ومن ثم هو يجد أرضا مهيئة وخصبة ويجد أنصارا ويجد أرضا بلا سلطة مركزية قادرة على القبض عليها ومن ثم لديه فرصة كبيرة إن لم تقاوى الحكومة المركزية ويعاد بناء الجيش الوطن الصومالي كما قل بالمقابل إلى أي درجة صعب سيكون على أي تحالف وعلى رأس الولايات المتحدة تصدي لوجوده هناك ولمحاولته التغلغل إذا كان هناك إيران أن تساعده للقيام بهذه المهمة لكن لا تستطيع الدول الكبرى أن تضع رأسها في الرمال حيال داعش في الصومال لسبب بسيط أن وجوده هناك سيساعد في زيادة عملية القرصانة ومن ثم يهدد التجارة الدولية التي تستفيد منها الدول الأوروبية والولايات المتحدة أنا أشكرك جزيلا من القاهرة دكتور عمار علي حسن الخبير في الجماعات المتشددة